هذه أصواتنا قد عهدت في النشأتين قد خلقنا المناع للموت خدام الحسين هذه أصواتنا قد عهدت في النشأتين قد خلقنا عندنا الموت خدام الحسين يا شرفنا ويا دخرنا خدمتك تاج وفخرنا ليالتي عاهد فجرنا يا حبيبي يا حسين عاشت الدين يا محنيناك وإحنا سمينا بيقيناك صرخة الحب منشديناك يا حبيبي يا حسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهل للحمد والثناء والصلاة والسلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والتسعة من ذراريها سلاما دائما كثيرا متواصلا ما دام الليل والنهار اللهم صلى على محمد وآل محمد سلام طيب زاهر نبعثه إليكم أيها الأفاضل وأنتم تعيشون في رحاب شهر رمضان الفضيل شهر الله شهر الطاعة والصيام مبارك عليكم هذه الأيام الجليلة نبارك لكم حضوركم وتوفيقكم بأن تصوموا شهر رمضان هذه لقيا جديدة معكم ونحن نجدد لقاءنا في موسمنا الخامس من برنامجكم منشد العراق بموسمه الخامس المبارك المملوء بالمفاجآت الصوتية الأدائية في الميدان الحسيني فمرحبا بكم مرحبة هي رحلة في مرحلة التراث هي سفرة إلى ميدان الحناجر التراثية هذه الرحلة وهذه الحلقة مهدات إلى روح رادودنا الكبير حمزة الزغير الذي يمثل المدرسة الكربلائية الأصيلة نعم ولد الملة حمزة الكربلائي في عام 1921 للميلاد نشأ وترعرع في محافظة كربلاء المقدسة نشأ يتيم الأب وحيدا بين أقرانه ووحيدا لأمه درس في الكتاتيب هناك حيث تعلم القراءة والكتابة والملفت للنظر بأنه حفظ كل القرآن الكريم وهذه إشارة عظيمة من رادودنا الجليل رحمة الله تعالى عليه أخذ بيده إلى ميدان الردة الحسينية الشيخ عباس الصفار فقد كان يساعده يرافقه على الدوام تعلم حمزة الزغير الأطوار والأوزان الشعرية وأقصد بالأطوار الأطوار التراثية الممتدة إلى المدارس العريقة في بلادنا العراق وقد اشتهرت له قصائد كثيرة وهي مثلا يم ذكريني من تمر زفة شباب آية حسين ومصابة وكذلك آخر ما قرأ من قصائده في حرم الإمام الحسين احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي شفتها ثجيلة فقد قرأ لشعراء مشهورين في ذلك العصر ومنهم الحاج كاظم المنظور الكربلائي وكذلك الحاج مهدي الأموي وكثير من شعراء عصره توفي هذا الرادود الجليل في عام 1976 فرحمة الله تعالى عليه من صوت خالد يذكرنا بكل عربه بكل أداءاته بالحسين وبمأساة كربلاء كان نافذة على كربلاء عبر الزمن فسلام على جميع هذه الأصوات الخالدة والرحمة والقلود لهم جميعا إذن ترحابنا باسمكم أيها المشاهدون الأفاضل من عطر هذه السيرة الكريمة ارتحلوا إلى خدمة الإمام الحسين في هذا البرنامج الجليل مرحبا بالسيد رفعة الصافي حييت السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على مؤسس الذوق النخبوي السلام على خادم الحسين الكبير حمزة الزغير رزقنا الله وإياكم شفاعته في القيامة شكرا لكم بوركت وجوزيت خيرا حياك أخ مرتضى من عطر هذه السيرة سماحة الشيخ قرأنا بأن حمزة الزغير رحمة الله عليه كان حافظا للقرآن الكريم رحمة الله تعالى عليه أخي حياك الله أخي مرتضى رحمة والخلود للرادود القدير الكبير المدرسة التي لم تضف فقط لكربلاء بل أضافت على الساحة الحسينية عموما في ربوع المعمورة أضافت نكهتها وطريقتها وتأثيرها في أداء الرواديد ككل وما نراه اليوم من تنوع في الأداءات هو نتاج الملة حمزة الزغير رحمة الله تعالى عليه فهو سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة حفظ القرآن يقوم اللسان ويصحح الأبدان وكذلك ينمي النفوس بالقرب من الله تبارك وتعالى فعلى الرادود أن يهتم بتلاوة القرآن حفظا وعلما أحفظكم جزيتم خيرا أستاذ محمد الحلفي مرحبا بك كل الهلة بك يا حبيبي حسنت الله يحفظك إن شاء الله ورحمة الله على روح شيخ الرواديد الكبير حمزة الزغير أسأل الله أن يحشرنا معه بالآخرة بحق محمد وآل محمد يا رب شكرا لك شكرا الأستاذ مالك الأسدي صاحب عبقي هذه المدارس الكريمة حبيبي حبيبي أستاذ مرتضات منا لك إن شاء الله كل التوفيق ولكل زملائي في اللجنة في هذه المرحلة ورحمة الله على شيخنا الشيخ أبو أحمد رحمة الله عليهم حمزة الزغير شكرا لك على هذه المقدمة الجليلة والكبيرة بحق الرادوة حمزة الزغير طبتا وجزيتا خيرا إذن أيها المشاهدون الأكارم هي فرصة طيبة أن أبعث بشكرية الكثير والكبير إلى جميع اللجان التي تعاقبت على خدمة هذا البرنامج وهذه المسيرة الحسينية المباركة وأفرد شكرا لروحي شاعرنا الراحل سمير صبيح رحمة الله تعالى عليه فإنه حاضر معنا بروحه أكيدا أكيدا وشكري الخاص إلى أخي الذي سبقني في تقديم النسخ الماضية الأخ المنشد المبدع علي زورة أتمنى أن أرتقي إلى عطائكم يا علي زورة وفقتا وجزيتا خيرا عن الإمام الحسين وعن خدمة الإمام الحسين شكرا للجنتنا المبقرة على طيب الحضور أستأذنكم بالبدء نبدأ على بركة الله إذن على بركة الله تعالى البدء مع هورنا الجميل ومشحوفنا وجنوبنا الطيب عقيل الخزاعي من محافظة ذقار ليا شيح سين متكسر أضلوعه خسر عن نهر تهمي لدموعه ليا شيح سين متكسر أضلوعه خسر عن نهر تهمي لدموعه مصرع صاحب الجود لضلوعه حينه أولي شن بحسي أن يتمثل غرب توحيرة عياله وشن بالعباس لما لو حمتون الخياله وشفت جود وبيد طفله وقصدت العمهب جلاله وشاهدت حرم مخدره صاحت يبو فاضل تره جدتك اسكي أنا محيره والعطاش كل شار ما له والعطاش كل شار ما له والعباس يتمثل عضيده وسكنا علقت روح بوريده ومنها تناول الجود لضلوعه حينه أحسنتم يا عقيل الخزاعي يا أبا مسلم وفقته كثيرا شيخ ميثم التمار عزك الله أخ عقيل شلونك تعرف هاي القصيدة من يا مقام بدون إحراج مقام الرست تعرف شمتاز مقام الرست مقام الرست كلمة الرست كلمة فارسية مرة تعني جهة اليمين فيقولون سمت الرست مثلا وتعني كذلك الاستقامة والفخامة وهو مخصص لقراءة القصص حتى في تلاوة القرآن الكريم إذا كانت قصة يفضل أن تقراها المن بمقام الرست وأنت كذلك هذه القصيدة لما حمزة الزغير رحمة الله تعالى عليهم اختار مقام الرست وفي قصائد القعدة يختار الرست لأن تجد فيها سرد قصصي فيحتاج إلى مقام الرست حتى يوضحها يوضح القائل والمقول يوضح الحكاية فيجب عليك كان يجب عليك أن تهتم أكثر بهذا الموضوع شكرا لحضرتك موفق إن شاء الله شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك أستاذ مالك الأسدي حبيبي أستاذ مرتضى شكرا لك والأخ عقيل حقيقة اختار قصيدة يعني من قصائد حمزة المعروفة وحتى في قراءتها في أدائها بالبداية يعني بمختصر بمختصر هو أكو نفس اللحن قاري حمزة على سيدة أم البني يا بشير من تصد عيني لابو السجاد وجماله كانت الشاهد محمد يزهر بنور الجلاله شوفوا التفرعات والقراءة بس يسلم حسين أمني لمنا خل تروح كل ولدي ضحايا الله أكو تصوير للقصيدة عزيزي الآن أنا من أجي أقرأ القصيدة المفروض علي أن أصورها أن أصور القصيدة هي عبارة عن لوحة من الآهات والمعاناة لواقعة كربلاء فيجب أن تترجم مثل ما قرأت للرادود حمزة الزغيرة شكرا ملاحظات مهمة شكرا شكرا لأستاذ الأسدي سيد رفع توصل لك القصيدة رادودنا يعني والله هي وصلت القصيدة لكن كتعايش مع القصيدة يعني ما شفت عاشها مثل ما نوهنا مسبقا لازم يكون تجانس وأنسجام ما بين الإلقاء وبين أسلوب القصيدة ونوهنا مسبقا قلنا هل كان هذا الأسلوب هو مثلا قصصي مثل ما تفضلوا الأساتذة القصة إلها القصة مثلا أنا أوقف عجبية استفهامي لازم أتعامل مع الحدث مع واقع الحدث مع كل جزئية في النص شكرا لكن طبعا الملة كصوت يعني يمتلك الصوت للأمانة أسأل الله له التوفيق شكرا سيدنا العزيز سيد رفعة الصافي حياك مبارك إلك موفق إن شاء الله نراك في المواسم القادمة إن شاء الله تعالى ونعتذر جدا نأسف كثيرا عن عدم تواصلك معنا حياك الله أهلا وسهلا إذن ما قدر يواصل الطريق معنا الرادود عقيد الخزاعي من ديقار ولكنه أكيد لن يتوقف في طريق الإمام الحسين وخدمة أبي عبد الله مسلم الله تعالى عليه تفضل سمحة الشيخ أكو بعض الأخوة بالحقيقة نشوفهم لما يعني ما نختارهم هيقول مثلا أنا المهم عند الحسين مقبول إن شاء الله الله يتقبل خدمتي نعم وإحنا المهم رضاء الله نعم يعني هذا أنا أعتقد الكلام مو مناسب أن يقولونه بوجهنا تبهر يعني إحنا ما جاينا نمنعهم من خدمة الحسين ولا جاينا نمنعهم من عدم الرضا من الله تبارك وكامل لكن هذه إحنا في مسابقة وكما أسلفنا في حلقات أخرى عدنا مئة متسابق وعلينا اختيار أربعين إلى خمسين متسابق وهناك تفاضل وهذا البرنامج برنامج للتفاضل بين واحد وآخر فأما واحد عندما لا تختاره اللجنة ويقول المهم رضاء الحسين طبعا لا رضاء ميثم ولا رضاء جد جد ميثم ولا العالم بأكمله يكون مقابل رضاء الله تبارك وتعالى ولا رضاء الحسين سيد الشهداء هذا البرنامج غايته رضاء الإمام الحسين عليه السلام احنا جايين لكي نعم شكرا شكرا لسماحة الشيخ إذن أيها المشاهدون كما قلنا أن المتسابق عخير الخزاعي من ديقار لم يستطع التواصل والمواصلة معنا في هذا الطريق التسابق الفني الحسيني ننتقل إلى منشد آخر وماذا يخبئ لنا زين العابدين علي من محافظة البصرة الفيحة يا محلل ويداعي بهالميسية ويعلوم المينية بين الفاطيمي والفاطيمية طبخمتي الحرة حسين وعليها ناديه نايا زينها قاعد عيتها ويوديحها وييسليها ونعري الحزين تلهب يواصيها وييسلم طفالة بأيديها ويالخيدري المرتب محبوبة وحبيبة محبوبة وحبيبة من تتحمس بنار الريزية يا محلل ويداعي بهالميسية يا محلل ويداعي بهالميسية احسنت يا زين العابدين وفقك الله لكل خير السادة الكرام أعضاء لجنة التحكيم ما قرروا يضغطون خلينا نروح هذه المرة مع سيد لفعة الصافي حياك الله مولة زين العابدين الحمد لله على سلامتك قلبي طبعا زين العابدين كان حقيقة ملتزم بكل سياقات وضوابط النص من حيث اللحن من حيث الأداء لكن ما ظهر أي جمالية للأمانة يعني كان إيقاعي أكثر مما هو يعني متعايش أو حاس بالنص اللي يقرأ ما أخذر أتابه ما أخذر أتابه وحده كأنه ما قراءة استرسالية سردية روتينية أصابتم كبد الحقيقة أستاذ مالك الأسدين نعم زين العابدين الله يساعدك حبيبي موفق إن شاء الله لكل خير أنا بالمرحلة الأولى أعطيتك فرصة قلت لك إن شاء الله بالمرحلة الثانية أريدك تجي جاهز يعني كامل المسابقة باعتبار هذا تنافس بينك وبين زملائك المنشدين اللي جائن من كل المحافظات فلذلك ما قدرت توصل القصيدة مثل ما هي نعم التزمت بشروط الإقاع اللطمان وكنت ملتزم بي جدا لكن جواب القصيدة سؤالها وجوابها القصيدة فيها سؤال وجواب في القصيدة في الأداء أقصد لك يعني طب خيمة الحر حسين واليها ونادى هنا يزينب بالقراءة ما جبت مثل ما جبت النسق نسق القراءة روحية القصيدة ما وصلتها كاملة فلذلك لا وصلت لي ولا وصلت لي زملائي اللجنة وانا في خدمتهم جميعا أتمنى لك أخرى طيبة طبته وفقته سماحة الشيخ نيثم التماح وييته أنا أجد أن الحماسة المبالغ فيها في أداء أخويا وليدي العفو الله يحفظ إن شاء الله ودزغ الروحي أقول أخويا يعني أقول أفقدته الإحساس بالقصيدة أكو موضوع جدا مهم هو اسمه النبر النبر عندنا صوتي في الصوت وعندنا النبر حرفي النبر الحرفي هذا لما تقسم العبارات وتنبر وتصرخ في حروف معينة تأكد عليها هذه كذلك المفروض يرتبط بالنبر الصوتي فعندنا كلمة اللهش هذه غير موجودة باللغة العربية محبوب هذه كذلك لأنه يريد يقوله حبيبة يعني فيجيب الواو منه حبيبة وين يخليها محبوب مثل ابنارل بهل وهكذا هذا لازم ننتبه له النبر الحرفي والنبر الصوتي مثل اللي في حلقة ماضية اللي أكد عليها السماحة السيد الصافي اللي قال ينعى الفاطمة ينعى الفاطمة وقصده ينعى الفاطمة ينعى الفاطمة لما أفصله نتبين النعي وباللحن أستخدم اللحن منا لك التوفيق عمها شكراً انتقال إلى الأستاذ محمد الحلفي شنو تعليقكم صار محمد حبيب قلبي أنا يقول المطب الوقع به الأخ هنا العزيزة هو الاختيار اختيار اختيار القصيدة لم تكن موفق لأن هذه من القصائد الخالدة والقصائد السهلة والحزينة يعني أنا هسا من أقرأ مثلاً يا محلى الوداع بهالمسي أقراه أقراه أبشي منه بس ما حب صوت مثلاً يعني ما وصلت من خلاله وأتمنى على التوفيق شكراً شكراً لأستاذ محمد الحلفي نعتذر ما راح تواصل معنا ما راح تكون شكراً سلمنا على أهلنا حياك الله أهلاً وسهلاً بك يا عزيزي إذن للأسف الشديد زين العابدين علي من البصرة لم يستطع المواصلة في طريق المراحل القادمة لبرنامجنا منشد العراق إلى منشد آخر من منشدي العراق وهو مصطفى الفتلاوي من النجف الأشرم موسيقى 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 سعيدين بوجودك كذلك شرف كل مواقف أمام اللجنة الملاق وإن شاء الله موافق موافق وإن فايوان طبعاً أحب أن أبشرك بأن الأستاذ مالك الأسدي ضغط لك واختارك ضمن فريقه شت قل له؟ والله يعني أشكر جزيل الشكر وجزاء الله خير وحقيقة أنا أشكر جميع الأخوة يعني اللي متواجدين يعني بس سماحهم وإليها كل شكاف الله يبارك بيك نتشرف باستماعك أنا كثيراً أرم الله على هذه الأخلاق الحسينية أستاذ مالك الأسدي تعليقكم طبعاً أنا مصطفى الفتلاوي قرأ قصيدة صعبة جداً مع التحفظ على بعض التفاصيل البسيطة بالقراءة لكن بالنس كان جميل جداً وأدى بروح وشفافية عالية وأنا أتمنى للتوفيق وأرجو أن يعينني في المرحلة الثالثة بإجتهاد حتى نكون إن شاء الله نظهر هذه المظلومية لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين هو وزملاء اللي راح يكون معاي بالفريق أتمنى لكل التوفيق والصحة والعافية شكراً أستاذ مالك أستاذ محمد الحلفي عجب زي أنت اختارت هاي القصيدة أنت اختارتها لواحد اختار لك ياه أختارت القصيدة قلت لي أنه بالمنشد العراقي يعني بجميع المواسم ما أقارنه أو أعتقد ما أقارنها يمكن نفس واحد من يام مقام هي هاي القصيدة عفوا من يام مقام هذه القصيدة إنها وند مدينة في إيران كانت جميلة انتقالتك من قلت يا راسي بن سيد البشر وسويت حست بها كانت جميلة جداً شكراً لحضرتك شكراً على أدائك وهني أنا إليك بملة مالك شكراً لسمحة الشيخ ميزم التمار سيدنا العزيز الجليل سيد رفعة الصافي حياك الله حبيبي مصطفى الفتلاوي طبعاً شكراً لإصرارك وعزيمتك على خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه سلام الله شكراً لشجاعتك أنت اليوم أديت أداء رجولي أنا شخصياً أتمنى لك كل التوفيق كما أشكر الحبيب الحاج مالك الأسدي على منحه منحك صوته شكراً سيد رفعة الصافي وشكراً لجميع أعضاء لجنة التحكيم أبارك لك يا عزيزي يا مصطفى إن شاء الله موفق ومتأهل معنا المرحلة القادمة وننتظرك بأداء مفاجأ أكثر تبقين؟ إن شاء الله يا الله إذن أيها المشاهدون الكرام ما زلنا وإياكم متواصلون مع الحناجر التي تأخذ بقاعدة المد المتصل مع من؟ مع حناجر الماضي الخالدة إذن من مصطفى الفتلاو من النجف والذي تأهل معنا إلى المرحلة القادمة إلى عباس ستار الساعدي من بغداد يا وليا دي خلي الماي لا تطلب الماي كيل خوف مني تروح وتقطيعي حشا دهري ذابني عبد الله يا شمعة ضيوة عيوني هاكي يخي ذماي العين يا ابني وسلوتي خلا فراحي بدي نعاي وإنت فريحتي خلا بدي اسم وأرتاح واشتم وريدتي ريت عيكي اليوم ويلشيب ويتليم كبرتي دهري ذابني عبد الله يا شمعة ضيوة عيوني أحسنت يا عباس ستار الساعدي أحسنت كثيرا سمحت الشيخ ميتم التمار عزك الله أنا أعتقد أن عباس من الأصوات التي تحتاج إلى إحماء وميران مستمر قبل القراءة هناك صوت يحتاج إلى ميران ممكن إذا استمر بالقراءة أكثر راح يكون صوته أجمل وأداءه أركز لو صح التعبير فهو لم يستقر على ضغوطات اللحن بالشكل الصحيح فدائما ما كان يخرج عن التون نحن نقول نسميه يخرج عن الدرجة الصوتية الصحيحة أعتذر منك عباس شكرا لشيخنا شيخ ميتم التمار عزك الله سيد رفعة الصافي نعم مرتضى يعني عباس مثل ما يعني تفضل الأستاذ ميثم التمار كانت مشكلته مع التعامل مع اللحن مثل ما تعرفون حضراتكم أن اللحن هو عبارة عن تسلسل اهتزازات ومدد زمنية فعلى الردود أن يتعامل مع التوتر أولا حتى يستطيع أن أن يستمر وأن يتماسك إلى الأخير أتمنى لكل التوفيق شكرا لسيدنا العزيز شكرا أستاذ محمد الحنفي الله يحفظه ووفقه أكيد التمرين لأكثر رح ينطيك نتيجة بالتالي إن شاء الله تتمرن ويكون صوتك بعد أكثر وأكثر حبيب الأستاذ الجليل مالك الأسدي والله أتمنى أتمنى للعباس فرصة أخرى أن إن شاء الله يعني يعي خطورة يعني القصائد الترافية القصائد ترافية خطرة جدا أحيانا تطيح بصاحبها اللم يحفظها حتى من الرواديد الكبار إذا ما أتقن الرثاء الحسيني من الممكن واحد من المجلس يقول ترى أنت ما أديتها مثل ما هي مو ناهيك عن مسابقة آلاف الناس أو ملايين الناس تشوف هذا البرنامج حتى من خارج العراق وهذه المادة مهضومة بالنسبة للناس يعني معروفة لدى الآخرين قصائد حمزة قصائد عبدالرضا قصائد جاسم النويني قصائد وطن غير من المدرسة الكربلائية والنجفية فبالتالي لازم اليوم لما أجي أقرأ قصيدة بكل تفاصيلها لازم أأديها أداءا وصوتا ولحنا ومقاصيرا بالجمل اللحنية حتى تظهر برونقها الكامل أتمنى العباس إن شاء الله شكرا في مسابقة أخرى أتمنى لحظ أوفر شكرا لأستاذنا الأسدي وفقته وحظ أوفر وأكيد وأنا متأكد إن شاء الله تعالى ننتظرك بالمواسم القادمة ورح تكون فدرقم مهم حياك الله أهلا وسهلا بك إذن ما قدر أيها الأحبة الأكارم المشاهدون ما قدر عباس ستار الساعد من بغداد أن يتأهل معنا للمرحلة الطادمة خلونا نشوف المتسابق القادم وهو محمد كريم هذه المرة جاءنا من جنوب بلادنا الزاهر من ميسان يا ابنم وين قيطع يالبي وين ظلت رضايا وين العالم وين الجود وين جفو وفراعيها زينا بعلالتالويت صيح لا حد يا حيمات الجار لينا حرقاو الخامة وين ما دار تشصار وين اللي يطف في النار بي لنا يعروي تشيب بالنار وين المات اللي يمهد بجموع وين مدربة حدر وين الاتحي ماضي احسنت محمد كريم من ميسان وين ميسان بالضبط لاحية نبي الله عزيز السلام الله عليه كل التحايا لأهلنا الميسان بعمارتنا الطيبة استاذ محمد الحلفي مرت علي مرور الكرام ما امتعب نفسه ابدا بالقصيدة ولا بالعداء استاذ مالك الاسدين يعني هي القصيدة المن هاي القصيدة من قرأها يا رادود رادود ملا حمزة الزغير لا 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 القصيدة الياسين لا لا ما احد يقرأها هاي هو جايب جنوبية اداء جنوبية لا 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 يقرأ القصيدة وحاط اللحن عليها لا لا ملا جليل ملا جليل يقرأ اللحن بس ما يقرأ هذه الكلمات عفون شيخنا زيانة على التل الصيح ايه هذا ما البحر الطويل اللحن يقرأ دائما ملا ياسين ايه أنا سامح القصيدة رياسين الروميثي منو شعرها شعرها كاظم منظور كاظم منظور كاظم منظور رحمة الله عليه نعم هذه قصيدة من الرثاء طبعا انت ما قرأت نفس اللحن اهه لا لا ملا مشت على لحن ملا جليل هو القائد ايه هو ما اخذ اللحن من ملا جليل وضيفة على هاي الكلمات وضيفة على هذه الكلمات نعم هذا اللحن مشهور ملا جليل ما نزلت العزة نعم لا لا القصيدة نردنا قصيدة تراثية اللحن اللحن يعني لقراء ملا جليل بهاي القصائد يا احسين يكيت ابن اسمك ابدا من ابدا افتاري الوجدان ها هذه هذه روح القصيدة العصدية اللي قراءها ملا جليل ما اعتقد بهذه القراءة لانه هو لان قرأ من نفسها ساحتموا لحن جليل هذا اعتقد مستحين ملا جليل قاري بهذه حج حج بس دقيقة هو نفس القصيدة قاريها ملا جليل نعم ونفس اللحن نعم لعدم ملا جليل قاري ملا جليل قاري نعم في مجلس من المجالس ممكن قاري نعم زين فكا لهذا الابتباس هذا الابتباس ايه اللي قراء اخونا العزيز لم يكن موفقا فيه نعم لم يصلنا منه شيئا شكرا لسامحة نعتذر منك يا نور عيني عفوا منها لك التوفيق هل استطاع يوصل لك القصيدة جناب السيد رفحة الصافي يعني هو حبيب مرتضى المشكلة مو بالكلام يعني المشكلة مو بإيصال الكلام يعني وانا قصدي وسيلة الصوت والنغم هي وسائل نيصالية وسائل تواصلية الاساتذة انتوك رأيهم مشخصة والمشكلة وين المشكلة انه هو جاي مجرد يعني يسول فينا القصيدة ويروح يلقي فقر ما كفت جهد يعني ما كفت لمسة لو موجودة لمسة انا يعني اترخص من الاساتذة واقل لمثلا ننطيك فرصة بس كلمسة ما شكرا لسيد رفعة الصافي الله يوفق ان شاء الله شكرا لك يا عزيزي لمسة طبعا مو بالصوت عفوا بالعداء بالعداء لا هو كصوت عنده صوت بالعداء أقصد شكرا لسيدنا عزيزي شكرا لك يا عزيزي وحظ أوفر انا على مرة خصة الاستاذ انا اول مرة اقرأ قصيدة لانا انا ناعي واقرأ مجالس واتح اطلع هان تناعي فقط ما تقرأ قصيدة مموسقة بإيقاع بريذم معين قراننا ناعي تفضل خلن سمعك بالنعي شون تقرأ بالمجالس ناعي من المقتل مثلا لا خلن شوف الشيقرة هو ناعي طريقته واداءه قرأنا فيما من الناعين قرأت 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 والشايا وحق لون جميل وحق يا إلدى اللي قايت على الرأس والشعايا مثر صياط الشمير بالمثيل الله أكبر أذار صوت الشمير بالمثيل والشايا دمحي للسبع سين دائم خوة دمحي للسبع سين والشعايا 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 جرح قلب وخذ منه رقايا يا 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 جرح قلب ويا يا 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 وخذ منه رقايا سماحة الشيخ للأسف إحنا يعني برنامجنا نريد شخص يقرأ اللطمية ويقرأ النعي ويقرأ يعني التراث ويقرأ الحداثة فنحن ناخذ شخص فقط في مجال واحد في مجال النعي اللون جميل أداء جميل مبكي محزن إحساس عالي جدا مؤثر في الآخر ولكن نحن نريد في هذه المسابقة المحترمة المباركة نريد من المنشد أن يكون ملما بكل ألوان الخطاب أو ألوان التراث ألوان الأداء الحسيني نعم أستاذ محمد أستاذ مالك عندكم مداخلة يعني ما عندنا مداخلة تدري هي سياقات البرنامج حتى لو مثلا أي واحد من اللجنة قبلة بس بالتالي من راح يصعد ويمشترك رادوت ما راح يقرأ هنا المشكلة أنا اليوم من أجي أختاره مع رادوت مثلا من أهل النجم أو من أهل كربلا ما راح يقرأ بأمامه تناعي جميل من ألوان طبعا هذا اللون يقرأ سيتحسن ممكن إحنا من خلال أخونا العزيز شنو اسمه اسم حضرتك محمد ممكن أنا أقترح من خلال محمد أن يكون نافذة لمسابقة خاصة بالنعي وأطوار الناعي لطيف تكون جميلة جدا لازم نفرض أهم إحنا اللجنة أهم إحنا اللجنة لإحنا طلعناها المسابقة أحسنت أحسنت حمادة حظ أوفر إن شاء الله ونشوف المسابقات الغازمة وانترقم إن شاء الله مهم سلمنا عليهم سلمنا عليهم أهلا وسلم بكم للأسف الشديد محمد كريم من ميسان ما قدر يتواصل معانا إلى المرحلة القادمة الجولة مستمرة مرحلة التراث ما زالت متواصلة وهذه المرة مع متسابق من بغداد سلام محمد الكعبي يا أوليدي خلي الماء لا تطلب الماء كل خوف مني تروح اللهم ويتقاطع حشا من الماء الدعاء يا غري ذبني عبد الله يا شمع ضي عيوني هاكي يخذ مائي العين يبني وسلوتي خلى يفرحي دينيان وانت فريحتي خلى يبتي سيم وارتاح واشتم واريتي ريتك اليوم يشير ويتلم كبرتي دهري ذبني عبدالله يا شمع الضي وعيوني عيوني حسنت يا سلام محمد الكعبي من بغداد مشاركة طيبة وجميلة خلونا نبدي هذه المرة من سيد رفعة الصافي حسنت قلبي مرتضي طبعا لكل قصيدة لكل ناس قالب يسمى بالقالب قالب اللحن القراءة الأصلية لهذه القصيدة كان اللحن ثابتا يعني كانت القراءة راكزة وثابتة أما في هذه القراءة لم يكن هناك ترادف فيما يخص نهايات الأبيات نهايات الجمل عندما تشوف يعني من يقفل الأخوة بالقفلات قفلة ما تشبه قفلة أما في القراءة الأصلية كان أكو نظام وأكو ضابط يعني أكو ضوابط محكوم بها الرادود وهذا يعني ما يعني لقلة الإمكانيات مسبقة لا بالعكس بس يريد أن يبين لك الالتزام بالجملة اللحنية حتى لو كانت الجملة اللحنية مو حلوة صحيح بالجملة الثانية كل خوفي مني تروح طبعا هو نوعا ما خرج من اللحن الأصلي لكن اداركها بعرضية جميلة جدا أنا أتمنى لكل التوفي شكرا سيدنا العزيز سيد رفعة الصافي سامحة الشيخ ميثم التمار عزكم الله وأبقاكم أحنا نتمنى من الأخ العزيز المشترك الكريم أن يهتم أكثر بحفظ اللحن صحيح والملاحظات اللي تفضل بها سيد رفعة الله يحفظها ملاحظات دقيقة ومركزة ومهمة للغاية على الرادود أن يلتفت إليها فأنا أتمنى منك أن تحفظ اللحن بشكل أفضل وليدي حتى تأديه بشكل أجمل شكرا لسماحة الشيخ ميثم التمار أستاذ محمد الحلفي حبيبي أنت كيف تعليقكم هو قرأ القصيدة بروحة أي يعني مو نفسي القصيدة شلون مقرية قرأها بروحة هو صوت كلش حلو للأمانة هي والله شكرا أستاذ محمد أستاذ مالك الأسدي تعليقكم يعني كانت هناك عدم إيقاعية في القصيدة ومع بعض اختلاف في اللحن في دخول النص لكن هو كصوت وأنا راح أحتاج إلى إياي بالمرحلة اللهم صلى على محمد وآل محمد لبيك يا حسين مبارك يا عزيزي تأهلك معانا إلى المرحلة القادمة برفقة فريق الأستاذ مالك الأسدي أنا كتابة اسمها من الأول صراحة يعني ما كفيك سر بس ردت شوية بس أخلي أخذ راء الأخوة بس هو يشهد الله كصوت أنا أشوفه يعني صوت رائع حقيقة محمد بس يحتاج لعمل يحتاج لشوية واحد يسقل موهبته ويعلمه كيف يكون الأداء وكيف يكون الاختيار إن شاء الله راح نحقق أنا وزملاء اللي معاي في الفريق فالدوته جميل وأتمنى لكل التوفيق شكرا لسلام مبارك عليك التأهل ننتظرك إن شاء الله تعالى مع الأخذ بالملاحظات القيمة اللي أبدوها اللجنة التحكمية شكرا لك حياك الله نعم أيها المشاهدون الأفاضل الحناجر تتلو الحناجر تريد أن تصل إلى معشوقها ترتل عشقها على منصة منشد العراق إذن مع متسابق آخر ومنشد آخر كرار حيدر من محافظة ميسان العلم على القاع يا حيدر يا أبو يومه إنك تعذر العلم على القاع يا حيدر يا أبو يومه إنك تعذر اشتفيد أعذار يا حام الجار اشتفيد أعذار يا حام الجار يا حيدر إلك تاريخ ظل يشهد يداح الباب يليث الغاب على الشدات تتوتى ترجف المات من تنحد يصل للصيف بيمينك سيف غري ضرقاب تتقصد غري ضرقاب تتقصد تدوس المات تتعمد يا أبو الحملات إلك صلاة تهز الكون من تنشد تهز الكون من تنشد ونلعب باس على المسند حمل تلواك جهودك ذاك ردت هاليوم يتجدد ردت هاليوم يتجدد ردت عالجيش يتكرر مغيرك يا بطل خيبر ردت عالجيش يتكرر مغيرك يا بطل خيبر سحك تختار يا حام الجار سلام على حام الجار على إمامنا أمير المؤمنين أستاذ مالك مبارك إليك حقيقة على هذا الاختيار هذا الشبل المبارك كبار عنده صوت دخل على خط المنافسة أستاذ محمد الحلفي عنده صوت مع بعض الملاحظات البسيطة وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى إذا الله وفق ما مضمون معاك لا بالعكس أنا بخدمته أنا ما عندي أول برعة ماخدة أي فاستاذ محمد دخل دخل يوافق عليك أي طبعا لازم يوافق بالأول قصدي قصدي كش اسمي يعني كمرور خب هذا باعشوف هو رأيه كيفة أنا لا أحرج ولا أبد أستاذ محمد وأني من يريد يختار بخدمته أستاذ محمد تعليقكم أستاذ محمد تعليقكم ما عنده تعليق خلي اختار شيخنا فاضل أنا ما عنده تعليق سيدنا العزيز الله يوافق الله شون تعليق ممتاز يلا خلي اختار جامع مانع اختار أحد الحسنيين خلاح تقريت نحريج ولا تخجيل كلش طبيعي انتك شنو قناعتك اختار الله 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 وفق ونثمنى لك التوفيق برفقة أستاذ محمد أنا انطيت لصوتك لا 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 تعتذر أنا عجبتني صوتك حلو بس عندك بعض الملاحظات نعم ان شاء الله يشتغل عليها استاذ محمد وتكون فتشي جميل مؤكد مؤكد مبارك عليك راح تواصل معانا الى المرحلة الاخرى ان شاء الله تعالى شكرا لك يا عزيزي مبارك حياك الله نعم أيها المشاهدون الأفاضل من كرار حيدر من ميسان هذا المتسابق الذي تأهل معنا الى المرحلة القادمة ونحن الآن في مرحلة التراث وما زال الوجع الحسيني يتواصل ويزداد وجع آخر قصد إلينا من محافظة بابل وهو مصدق اللامي يا ابني الضي أعيتني بضيعيتك مني دوهني زيماني بيك دوهني دوهني زيماني يوتاه مني الراي يلي بيحشاي يلمي ينقي طيع مني حشاي يا ماء العين أعيق باكني زال بها الماء ظني إيشايا عن بيك وخيابي تظني ظني إيشايا عن بيك وخيابي تظني سنتم كثيرا بوركت وجزيت خيرا طيب الله لك الأنفاس سمعت الشيخ ميتام التمار عزك الله أنا أجد أداء ابني حبيبي أداء متواضع لا يرتقي إلى مستوى المنافسة في هكذا مسابقة شكرا يحتاج إلى الكثير حتى يطور من نفسه إن شاء الله أكثر شكرا سمعت الشيخ أستاذ محمد الحلفي يعني إن شاء الله متوتر وما سمعت صوته بشكل صحيح الله شاهد يعني ما وصل حفظك الله الله يحفظه إن شاء الله الأستاذ مارك الأسدي والله أنا كنت أتمنى يعني من عنده أن يعني يقنعني صراحة قبل لي ليقرأ قتلة قتلة يعني حاول أن تقنعني ولو بشيء بسيط يعني هسه هو أنا هسه لو أدي أداء بس أداء واحدة بدون تونات كان أقول لك كان مشيته بس بالتالي عنده صارت عنده أخطاء يعني بالنغم بالتون عنده أخطاء صارت شكرا رغم هي القصيدة بسيطة يعني ما بيها جهد أبدا والله ما بيها جهد شكرا أستاذ مارك سيد رفعة الصافي والله مرتضان تمنيت يعني الله شاهد تمنيت بكل طريقة إنه أساعده وأنتي صوتي بس هو ما ساعد نفسه وهذا ما يعني إنه ما عنده إمكانية لا أكيد ممكن جهد ممكن تعبان نفسيا فهوهي أمور ممكن يتأثر على الصوت لأن الصوت كان يعني ظروف تتظافر في سبيل تخلي ما أدي بأي مجال دقيقة وهذا بدون تصويت يلا شكرا 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 تحرك شكرا شكرا تمك intuitively الموت معسل كثير خروج عن معرف شن المشكلة مادري. راح. انت محافظات راح بالصوت. نعم يا محافظة من الحلة من بابل كل التحاية. تحياتي لك. تحياتي لك. تحياتي لك المرحلة جاية ترى ماكو بعد. ان شاء الله اريدك تحفظ زين اخي احفظ زين انا بالمناسبة كل الشباب اللي وياي لا يسمعوني. ان شاء الله اخذ تنيفونكم وادخلكم بقروب وياي. ان شاء الله تعالى. واؤكون بخدمتكم. الله تعالى. شكرا. اكيد راح تستفاد من رفقة الاستاذ الفاضل مالك الاسدي. ان شاء الله نشوفك في المرحلة القادمة. غير يا حبيبي. شكرا لك يا عزيز حياك الله ومرحبا. اذا تأهل معنا المتسابق مصدق اللامي من بابل واصبح بفريق الاستاذ مالك الاسدي. المتسابق الاخر الذي ينافس حول الوصول الى ميداني منشد العراق. وهو محمد بشير عبد الجليل. من ثغر العراق الباسم من بصرتنا الفيحة. ياولي يادي خلي الماء لا تطلب الماء لا 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 جمعة الضي وعيوني هاكي خذ ماي العين يبني وسلي وتين خلا فرحي دينياي وانت فرحتي يموة خلا بتسم وارتاح واشتم وارتتي ريتك اليوم ميالشي ويتلم كبرتي داري ذابني عبد الله يا شمعة الضي وعيوني شكرا يا محمد يا بشير فهل بينكم البشير يبشرنا بتأهل هذا المتسابق دعوني أرتحل إلى الأستاذ محمد الحلفي تعليقكم أستاذ أستاذ مارك الأسدي طبعا الأخ محمد بشير مو محمد بشير نحن طيناك فرصة صاح بالمرحلة الأولى نعم نعم أنا أتذكر أنت حتى ناقشتنا وناقشت شيخ ميثم به قلت له أنا مو هذا صوتي أنا أرجو أن تطوني فرصة نوعا ما أنت عندك اختلاف عن المرحلة الأولى بس مع بعض يعني يعني عدم توازن القصيدة يعني قصيدة مو 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 مملوئة قصيدة ما وصلت للأذان صحيح فلذلك ما قدرت تمر من أربعة يمكن تمر من واحد مر من اثنين من ثلاثة على الأقل واحد من القنعة لكن ما قدرت تقنع أربعة من اللجنة وهذا سبب اللي مات أهلت معاني شكرا أستاذ مارك الأسدي سمعت الشيخ أعزك الله لمسك تغيير ملحوظ بأداء متسابقنا يوجد تغيير لكنه لا يرتقي إلى المستوى المنشود والمطلوب من محمد شكرا جزيلا شكرا جزيلا جناب السيد رفعة الصافي نعم حياك الله مل محمد حبيبي شونك إن شاء الله بخير طبعا المل مالك الأسدي قال أن القصيدة كانت ليست ليست بالمستوى المطلوب ويقصد بهذا طبعا الأداء الأداء وليس الكلام حتى لا البعض يفهم هذه القصيدة من كلمات الشاعر الكبير نعم عزيز القلقاء وعدها الملة حمزة صغير شكرا لسيدنا العزيز سيد رفعة الصافي وأكيد شكرا لعزيزنا متسابقنا محمد بشير تسلمنا على هنة الأعزاء الكرام وأنت للأسف الشديد ما رح تتأهل معنا المرحلة القادمة بس أنا متأكد رح تكون ويانا بالموسم القادم وبأداء أقوى حياك الله أهلا وسهلا ومرحبا إذن من محمد بشير عبد الجليل من البصرة العزيزة لم يستطع أن يتأهل معنا إلى المرحلة القادمة دعونا نرى المتسابق الآخر وهل يقدم لنا شيئا يستأهل به التأهل إنه سلام حامد المسعودي تحيرني تذكرني يا جابر لا تناشدني تحيرني وتذكرني يا جابر يا جابر لا تناشدني يا جابر هيا جيت حزني يا جابر هيا جيت حزني قلب ذكرته يا جابر 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 يا عمي وحي لها الدمت هي دفنت حسين بو يا شلون هي دفنت حسين بو يا شلون وبدي بقابر نزلت وكلف وضعي ويهل دمعي وحيدي ومين يساعدني تحيرني تحيرني أحسنتم أحسنتم يا سلام ويا سلام على هذا الحضور المبارك في هذه الجولة من ميدان التراث في برنامجنا بموسمي الخامس منشد العراق سيد رفعة الصافي نعم الأداء حياك الله سلام قلوي أنت بالمرحلة الأولى جيتنا بزي الحشدي الشعبي واليوم بزي خادم الإمام الحسين هنيئن إلك من أختار لك القصيدة؟ أنت دخلت لي بالواتساب صح؟ قلت لي سيدنا شون رأي كان أقراها القصيدة؟ قلت لك أنا بالنسبة لي يعني عندي ضوابط وسياقات ما أقدر أقول لك اقراهاي أو لا تقراهاي حتى تنحسب علي صحيح حتى لا تنحسب علي يعني مثلاً ما اختاري تكتل لا مو تقتلي مثلاً احنا كلجنة كلجنة يعني الإدارة والأساتذة هنانا مخلين نفد قانون يعني آلية عمل أنه إحنا لا الشباب هنا الأساتذة يلحنون ولا أنا أكتب فقلت لك والله أنا ما أعرف شوف لك واحد خبير بهذا الموضوع يختار لك القصيدة أنت هذه القصيدة مو يمك أصلاً سلام خلنكون واقعيين وأرجو أنه أنت تتقبل هذا الموضوع والله إحنا نحبك ونحب كل واحد بالحشيد إجي إجي وأدى واجبة وفوق واجبة شكراً وضل الله المجاهدين على القاعدين درجة أنت هم مجاهد وهم خادم الحسين أنت بطولتك شكراً سيدنا سيد رفعة الصافي سمعت الشيخ ميتام التمار أعزك الله كما أننا نجد هناك أصوات تستطيع أن تؤدي قصائد بشتى الطرق والألحان وكذلك هناك أصوات لا تستطيع أن تؤدي مثلاً قصائد محدودة وألحان محدودة فأنا أجد أن ونحن نحتاج طبعاً في هذا البرنامج إلى الصوت الذي كما أسلفت يؤدي الأداءات المختلفة الألحان المختلفة قصيدة قعدية قصيدة بلون ريفي قصيدة بلون حداثوي قصيدة نعي قصيدة هكذا فأنا أجد أن السلام إمكانية الصوتية محدودة جداً لا ترتقي إلى مستوى المنافسة يحتاج إلى ثقافة أدائية أكثر شكراً جزيلاً حضرتك شكراً لسماحة الشيخ أستاذ محمد الحلفي حبيبي أستاذ قراءتكم لهذا الأداء وخامته حلوة يعني استمر أقرب المجالس وبعد كبر صوتك أكثر ولكن أنت مختار قصيدة من أجمل قصائد ملجأة لإقراها فإن شاء الله بالأيام الجاية والمسابقات الجاية تختار قصيدة على قدك الله يحفظك وعلى قد صوتك إذاك الله ألف خير شكراً أستاذ مالك الأسدي يا اللهي أنا أرى في الأخ العزيز الواقف أمامي مجاهداً مدافعاً عن الأرض وعن العرض وعن المقدسات وهذا هو أسمى غاية الفخر له ولنا ولصاحب الفتوى بهم أنا أرى فيه رجل شجاع في مجاله في الحجد الشعبي وأتمنى منه أن يعمل على نفسه في الأيام المقبلة حتى يكون جاهز للمشاركة في المسابقة الآتية إن شاء الله أو المقبلة في برنامج مجهد العراق الموسم الآخر إن شاء الله مفور الشكر والامتنان إليك أستاذ مالك الأسدي فإننا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة شكراً الشكر إليك يا عزيزي ونعتذر كثيراً عن مواصلتك معنا إلى نهاية المطاف الله يبارك تحياتنا لحجدنا المقدس لجميع الجنود البواسل أنت بأي لواء بالضبط كل التحية وجلهم تحية من خلال هذه الكاميرا رمضان مبارك رمضان مبارك علي ونصي ومقبول إن شاء الله ونحن هم دعميننا بس إن شاء الله أكيد المواسم القادمة بانتظاركم هذه الروح الرياضية العالية شكراً شكراً هذه الروح الحسينية شكراً يا عزيزي حييت حياك الله أهلاً وسهلاً نعم أيها الكرام الختام مع من؟ مع مجاهد لبى فتوة مرجع وأي مرجع؟ إنه امتداد لإمامنا صاحب العصر والزمان فإننا في زمن الغيبة فلابد أن نعود شرعاً وعقلاً إلى ميدان العلماء فالأمة الناضجة والحية هي التي تتبع العلماء وهذا هو عبير ونمير هذه المدرسة الإمامية العقلائية الشكر باسمكم إلى ميدان أحبتنا الكرام لجنة التحكيم الموقرين ابتدئوا بالسيد العلوي رفعة الصافي شكراً لحضورك شكراً جزيلاً حبيبي مرتضى وأن أعتذر شخصياً عن كل مفرد أخاف خلال هذه الحلقة بدرت مني غير محسوبة وغير قصد شكراً جزيلاً مؤكد هي غير مقصودة وشكراً لك شكراً سماحة الشيخ المضال ميتم التمار شكراً لحضوركم شكراً للأخوة المتسابقين على تفهمهم لضوابط المسابقة شكراً لهم الشكر يتصل ويتواصل ويمر بميدان محمد الحلفي حبيبي أخوة العزيز أشكرك أزاك الله ألف خير وشكراً للأخوة المتسابقين ومبروك للأخوة اللي فازوا وخلي سامحنا لأخوة اللي مات أهل ويانا الله يحفظهم إن شاء الله شكراً لهذه الروح الطيبة الأستاذ المفضل مالك الأسدي شكراً لحضورك أستاذ مرتضى شكراً جزيلاً إليك وأتمنى إن شاء الله حظ أوفر للمشتركين اللي مات أهل ويانا ويسامحونا على كل حال شكراً نعم أيها المشاهدون هكذا وصل بنا المقام إلى أن نختم هذه الحلقة والتي لابد أن أرسل لكم بتحيات مخرج البرنامج الدكتور حيدر العسكري وأنا أفرد شكراً خاصاً إلى من هو في اللجنة المشرفة على هذا البرنامج الأستاذ الملحن الشاعر حسين البغدادي وإلى جميع كوادرنا الفضلاء على طيب لمساتهم المتضافرة في سبيل إنتاج هذه اللوحة الحسينية فإلى حين حسيني آخر نستودعكم الله وفي حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة شكراً لكم